بهدف تحقيق وفر في قيمة الكهرباء للمساجد في العقبة دشنت وزارتات طاقة والثرى المعدنية والعقاف والشؤون المقدسات الإسلامية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مشروع تزويد 35 مسجداً في العقبة بأنظمة خلايا شمسية أنظمة الطاقة المتجددة التي تم تركيبها في المساجد ستوفر نحو 1.6 ميجاوات وتساهم في تخفيض الانبعاثات الضرة بما يعادل 1600 طن ما يحقق وفراً سنوياً مقداره 500 ألف دينار قيمة فواتير كهرباء وأنفذ المشروع بدعم مقداره 50% من صندوق تجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع لوزارة الطاقة ومع تنفيذ هذا المشروع يرتفع عدد دور العبادة من الكنائس والمساجد المزودة بأنظمة شمسية لتوليد الكهرباء إلى 581 بيت عبادة في حين أن المستهدف 7000 بيت عبادة في إطار خطة وزارة الأوقاف لشمول مساجد المملكة بالطاقة الشمسية اليوم في محافظة العقبة تتحنا تقريباً 16 مسجد تم تزويدها جميعاً بالطاقة الشمسية النظيفة وبهذا نكون أتممنا مساجد محافظة العقبة جميعاً نأمل إن شاء الله تعالى في القريب العاجل أن ننتهي من محافظات أخرى بالطاقة الشمسية لتزويد جميع المساجد وخطة وزارة الأوقاف أن تكون كل مساجد المملكة بإذن الله عز وجل مزودة بالطاقة الشمسية العقبة هي الأولى من مدن المملكة التي تغطى جميع جوامعها بالطاقة الشمسية هذا أحد المشاريع اللي نعمل نحن ووزارة الأوقاف وسلطة العقبة لتنفيذه هناك مشروع آخر مع سلطة العقبة وهو يهدف إلى الفنادق لأنه طبعاً السياحة في العقبة مهمة جداً وبهمنا أن نخفض فواتير الكهرباء للفنادق